لو عايز تعمل الكتاب إلكتروني وتبيعه كمنتج رقمي وتكسب منه فلوس بشكل ممتاز جدا حول أي موضوع وفي أي مجال نرضى في هذا الفيديو هو لك بقى الخطوات الجميلة جدا والنصيح الهمة التي مفروض تتبعها لإنتاج وإنشاء كتاب جميل جدا باستخدام التشات جي بي تي وكمان موقع كانفا فقط أول حاجة وأول خطوة بنتروح مع بعض على التشات جي بي تي هنا بقى في التشات جي بي تي احنا بنعد العدة كامل مكملة لإنتاج النصوص أو إنتاج الفقرات النصية داخل الكتاب الخاص بيك أول خطوة لازم تعتبرها هي اختيار المجال أو النيتش اللي هتكتب فيه الكتاب اللي انت عايز تعمله طب بعد حقيقة لو انت ممكن محضر ممكن ان يتشات في بالك ده طبعا زي الفل زي وممكن النيتش الخاص بالكلاب القطط ممكن الفتنس الاجتماعيات اي حاجة تختار في بالك انت حاجة ممكن تنشئ لها كتاب الكتروني دي حاجة بجد جميلة جدا انت ممكن مش عارف او ممكن بقى حاجة بتختلق ممكن تشات يعني اكثر ابتكارية شوية من استدامك لي تشات جي بي تي تكتب بقى هذا البرومبت وخلي بقى كل برومبت انا هكتبه هساتب لكم تحت برضو في السندوق الواصفة هناك كمثال اول و الخطوة بنكتبناها夜 people are looking for او people ممكن بيحتاجوا لشراء كتب عنها لمعنى اسهل يعني طبعاaha انت ممكن تكتب هذا او باسلوبك انت في جوجل من عربي الانجليزي وهكزا ماتعقاش نفسك هكتبناها مثال داي داي كمثال هزا بمعنى اعطيني قايمة من افكار خاصة بنيتشات اللي هي غير اعتيارية وكمان مشهورة او شعبية ومعروفة عشان انشئ لها كتاب الكتروني الناس بتحب تشتري دوسنا هنا بقى بيجيب افكار ممتازة جدا زي ما انت شايف حاجة ممكن ترجع الجزء خاص بتربية الاطفال هيخاصة بالجيمينج خاصة بالحكمة والسيلف امبروفمنت اللي هي خبطنية الفتنس بجد حياة يعني افكار برضو جميلة جدا ابتكارية طبعا لو انت هممكن تخرج برا عباقة الافكار المتكررة شوية او بشكلها العام او الكبير حلو خالص يبقى كده اول خطوة انت محضر نيتش معين تكتب من خلاله او فيه كتاب الكتروني ننتقل بقى للخطوة الثانية يختير ممكن بقى احدى هذه الافكار او هذه النيتش ايدياز انا ممكن اخترقهم سبعة كمياتات زي يعني طبعا هنا الصفر الفاردي للناس اللي هم عنده ممكن انطوائية شوية فهنا انا عاجل طبعا احياة هذا الجزء تمام؟ هاخده نسخ كده واجب على الخطوة الثانية برضو في التشات جي بي تي هطلب بمنطقة البساطة اديني خمس مشاكل الناس بتواجهها بخصوص هذا الموضوع تمام؟ يبقى كده طبعا دي فعلا مشاكل الناس بتواجهها بالنسبة لهذا الموضوع زي الوحدة العزلة شوية الصعوبة في الدخول مع الانشطة ممكن بقى الاجتماعيات اللي ممكن تقابلها وانت برا وهكذا يبقى كده احنا عرفنا كده اكتر مشاكل الناس ممكن بتواجهها بخصوص هذا النتش او هذه الفكرة بشكل عام ننتقل برضو للخطوة الثالثة بقى وطبعا دي الجميلة بقى هنا بقى هاجب بقى على احدى هزي المشاكل انا ممكن اختار ممكن وليكن حاجة منهم زي مسلا اختار وليكن زي الرقم ثلاثة فانا كده هاخد ممكن ده برضو بشكل كامل واطلو برضو من الشات جي بي تي بقى باعطائي خلي بالنا بقى نهعمل كتاب الكتروني بيحل مشكلة الناس بتواجهها طبعا دي مشاكل معينة انا بقى عايز تديهم الحل لنا عايز بقى انشق بنخله كتاب الناس بتشتريه وتقتنيه لمعارفة حل لهذه المشكلة مهمة يواجهوها طبعا خلبنا انا اخترت بشكل عشوائي تماما انت ممكن طبعه على اي مجال اي فكرة اي انت عايزه فاكرا بمتابة بساطة زي ممكن تين شابترز طبعا انت ممكن تحديرها ممكن عشرين شابتر اي حاجة انت عايزه يعني الفقرة النصية او الشابتر اي هو القسم الخاص بي الكتاب ونحط بقى ايه تماما ندوس انتر وكده بيقسم لك الكتاب الخاص بي كمعلم بقى الى مجموعة من الشابتر اللي حل هذه المشكلة بخصوص هذا الموضوع او هذا البساطة شايف انت شابتر نومبر ون شابتر نومبر تو طبعا كل هذه الحاجات بيتمي فيها تدرج من خلال حل هذه المشكلة بمنتهى البساطة وبمنتهى الحلاوة وبكده زي مانت شايف عندي كده عشر الشابات الممتازة جدا زي اللي طلبتوا بالزبط من الشات جي بي تي هنا بننتقل بقى الخطوة الحيوية القادمة الخطوة الرابعة وهي العمل بقى تفنيت بقى وتوسع اكتر في كل شابتر لانشاء شابتر كامل او زي كده مقالات داخل هذا الكتاب فانا كمثال ولكن في القسم الاول هو شابتر نومبر ون طبعا بقى حقيقة انا ممكن اطلب من انتشات جي بي تي بكتابة اه خمسمائة وورد اباوت ذي شابتر نومبر ون هكتبه هول كده مش هازم اعمل لها كل شوية هكتبه مثلا زي رايت فور مي رايت مي نومبر ون اه تمام هنا بقى اركز كده بقى في هذه الخطوة الحقيقة يفضل انت بقى في كتابة او في هذا الجزء انت بتحدد شوية ممكن بقى معايير كتابة الزكاية الصناعي الكتاب اللي انت عايزه او نصوص داخل هذا الكتاب بمعنى انت ممكن تختاره لكن زي مسلا اضافة مسلا روح الفكاهية او دم خفيف او تون او نغمة الصوت نفسها بتبدو ممكن بشكل رسمية شوية او ممكن بشكل اقناعي زيادة او ممكن بشكل تحليلي اي حاجة انت ممكن تعملها او ممكن ممكن في شكل برضو اختيار ولكن انت عارف احدى الكتب الكتاب المشهورين او الوطباء الامريكان او الانجليزين لو انت فعلا معجب بممكن بطريقة كتابتهم او طريقة تفكيرهم كمثال فانت حي ممكن تكتب برضو ان ده مسلا كزا كزا اوثر اه تون فويس وكان بقى كمثال يعني عندك انا في اه جوجل لو انت ممكن بحثت على ممكن احدى الكتاب زي مسلا ستيفن كينج طبعا ده اقل في كتب كتب كتير جدا حقيقة وافلام ممتازة جدا زي 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 والكلام ده لو انت فعلا معجب ومولهم بالفكرة بتاعته او طريقة كتابته لهذه الكتب فانت ممكن تكتب بقى ان ده ستيفن كينج اه تون فويس والكلام ده او محاين انت ممكن تكتب برضو في جوجل بموضوع الجمال افضل كتاب والوطباء الامريكان في التاريخ الحديث ممكن زي ميشيل اوباما والكلام ده كده انت عرفت ممكن بقى حدد التون اوف فويس انت بتوجه التشات جي بي تي او الذكاء الاصناعي لانتاج البريند فويس الخاص بك او النص كما انت تريده فانا هلجع مرضو للتشات جي بي تي مرة اخرى واكتبنا مثلا زي ان هكتبه لكم ان اه مثلا اه ستيفن كينج ستيفن اه لديل هيومور تمام ودوس هنا انتر هنا في هذه الحالة طعم بيتم انشاء هذا الشابتر بشكل ممتاز جدا تبقى للبريند الفويس اللي انت اخترته بشكل مميز جدا وطبعا في داخله البعض كده من هذه النكيات الجميلة او خفيفة الزل هي طبعا بتبقى تكسر شوية الجمود الخاص بهذا الموضوع من باب الكوميديا يعني او من باب خفة الدم وكده عندي الشابتر جايز زي متشاف كده بشكل ممتاز جدا مكون من فقرات نصية مرتبة بشكلها يعني قبل القراءة بشكل ممتاز جدا نبدا انتقل للخطوة السادسة تريبا معنا في هذا الفيديو طرح هي هذا الانتاج ايا مكان هو بالذكاء الاصناعي او من التشات جي بي تي طبعا حيث لو انت عملتك وده عملت كوبي بيست زي ما هو كده في الكتاب الخاص بك لو حد عمل مثلا او عمل كاش في ان هذا المحتوى معمول بالذكاء الاصناعي او لا تقريبا هي بقى خمسين في المية على الاقل هي بقى معمول بالذكاء الاصناعي فطبعا بتم رفضه تقريبا من حتى من منصات كبيرة زي امازون وهكذا فبالتالي احنا محتاجين طريقة نخلي هذا النص او هذي يعني تبدو بشكل مكتوب فعلا حقيقي من شخص بشري زيك بالزبط عندك طبعا اكتر من طريقة لو انت ممكن لك دراية حلوة باللغة الانجليزية انت ممكن تعمل او اعادة صياغة لبعض الكلمات او بعض الجمل بمنتهى الحلاوة هي ما عندكش ممكن بقى وقت ومعندكش دراية ممكن باللغة الانجليزية ومعندكش خلق من الاخر انت ممكن تلجأ لمواقع خارجية بتسهل عليك هذي المهمة زي مسلا في موقع معروف اوي للجميع اللي هو موقع اسمه كلبات دوت كوم طبعا ده موقع جميل جدا انه هو في خطة فعلا مجنية مش يعني مش كبيرة اوي وغلصة شوية تقريبا هي تعمل كوبي بيست لكل فقرة على حده حوالي اكترك يعني مئة وخمسين اه كلمة في المرة الوحدة فطبعا دي مرة ممكن تمشي بها تعمل لها ريفريزنج اللي هذي الجمل اللي انت خدتها من الشات جي بي تي وتلاقضهم بها كوبي بيست ممكن في ديكست دوكيومنت او في ملف بورد خارجي زي ما انت عايز او ممكن برضا تروح على موقع جميل جدا حقيقة وده انا بفضله موقع اسمه سبين ري رايتر دوت كوم من احلى المواقع اللي بتستاني فيها الذكاء الاصطناعي لعمل اعادة صياغة وعادة كتابة لاي فقرة انت عايزة حتى لو كان كتاب كامل مكود من عشر تلاف كلمة دفعة واحدة طبعا الجميل طبعا بقى في موقع سبين ري رايتر انه هو بيتيح لك خطة مجانية من خمس ايام كامل مكملة تجرب فيها الموقع من فوقه لتحته بشكل مميز جدا وانا برضا حاشرحت هذا الموقع بالتفصيل في فيديو كامل تحت لكتم ثبت وفي سندو الوصف الموقع برضو التالي انت ممكن تستطيع ايضا لعمل زي هاي الفقرات او هاي الشابتر زي انت عملتهم طبعا هم العشرة يعني موقع اسمه طاح برضو موقع ممتاز جدا بيتيح لك خطة مجانية معقولة او الحقيقة انت ممكن تستخدمها في عمل اعادة صياغة وعمل اعادة كتابة لاي فقر نصي عندك في الشابتر الخاص بيك لجعله يبدو بشكل بشري بزيادة وشكله حلوة منمقة يبقى انك انت هنا من هذه الخطوة هي عمل تحويل كله احنا انشأناه من اه تشات جي بيتي الى شكل مور هيومن بشكل اكتر بشريا حلوة جدا ننقل برضو للخطوة التالية يفضل حقيقة اضافة خبرة الخاصة بك او رأيك انت الشخصي يا طبعا دي اكتر حاجة انا حقيقة بحبها ودايما ابقى او بوصي بها طبعا ما انت دخلت ممكن في مجال معين او مجال معين يفضل انت يرى شوية عنه بعض الكتب الخارجية وتضيف انت بتاعك او التون الخاص بك لجعله برضو فعلا ليه كده او خبرة ليك انت بشكل ذاتي ككاتب فعلا حقيقي كده ممتاز جدا وراجل حسول وكمان ليك او البشر احنا مش حابين ان نفتقده في اي كتاب احنا بنعمله ضيف يعني رأيك انت الشخصي ممكن بقى في هذا الشرط كمثال او في فقرة نصية معينة اللي انت عايزه اعمله بمنتهى الجمالة برضو في حاجة برضو انت ممكن تنتهجها لجعل الكتاب الخاص بيك برضو جميل للغاية وبشكله مميز هنا انت ممكن تروح على موقع امازون دوت كوم فانت هنا ممكن تبحث عن الكتاب او كتب معينة بتدور حول نفس المجال انت بتكتب فيه فانا ممكن بتكلم على موضوع الانتروفيرت مثلا او الانتوائيين كمثال او مثلا ترافل مثلا فور انتروفيرت كمثال هنشوف هل هنا في ممكن كتب معينة ذات نفس الموضوع اهو زي ما انت شايف كده حاجة بجد منتقل حلوة انا بقى هدخل بقى على كل هذه الكتب كمثال يعني وادور بقى هنا في القسم الخاص بالريفيوهات او التقييم الخاص بهذا الكتاب احنا ممكن بقى الناس اللي هم اشتروا هذا الكتاب ايه اللي عجبهم واللي ما عجبهمش بخصوص الموضوع نفسه المقدمة الفكرة العامة وهكذا طبعا بقى انت هكده حايف تنشئ الكتاب معين بيتلافى الاخطاء الموجودة في اي كتاب موجود سابق وطبعا دي طريقة حلوة جدا لو انت حايف تبقى محترف في كتابتك للكتب الالكترونية في اي مجال وفي اي موضوع يبقى دي طريقة متميزة جدا لتلافي اي اخطاء موجودة في الكتب الثابقة وتزود فيها وتعلي عليهم طب حلوة خلص برضو في موقع ممتاز جدا بيخلي برضو الكتاب الخاص بك اكثر رقيا باوي حاجة بجد ممتازة الغاية ترى موقع اسمه writecream.com الموقع ده الجميل فيه ان فيه خاصية اسمها random facts generator طبعا دي هو انشاء حقائق معينة بخصوص موضوعا ما بتجعل برضو الكتاب الخاص بك او موضوعك بيبقى شكله كده مسل الاهتمام ويجذاب وبردو مسلي وبيثقف الشخص اللي بيراه فانا كمثال ممكن ايه ولكن زي ده مسلا برضو تمام مثل ما تدوس على او طبعا يمميز بقى في هذه الاداية ان هي مجانية حتى بدون تسجيل هنا بشكل سرع جدا جاب لك هنا يعني حقيقة معينة شاف انت زي مسلا وكذا كذا كذا الابحاظ بتثبت ان كذا 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 والكلام ده فحين انت ممكن بقى تدريج هذه الحقيقة او هذه الحقيقة المتميزة داخل او ما بين السطور في الشابترز الخاصة بكتابك يبقى كده موقع ده وراندم فاكتس جينيريتور حلو خلص كده احنا عملنا بقى كتاب مميز جدا بقى ونقلنا كل الشابترز بعد تزبطها بريفريزنج وريرايتنج بشكل ممتاز جدا اضافنا حقك اضافنا التاتش الخاص بيك اضافنا خبرتك اضافنا رأيك الجميل جدا ننتقل البقى لخطوة المعانى المهمة بقى وهي عمل فورماتنج لهذا الكتاب في موقع كانفا دوت كوم فبنروح بقى على موقع كانفا فبنبحث عن اي ممكن قالب خاص بمسلا تيمبلت اي بوكس اي بوك تيمبلت بيجز نكتب هذا العنوان او ممكن نكتب اي بوك تيمبلت بس ما فيش مشكلة اطلاقا عندك هنا حوالي اكتر من عشر تلاف قالب معد مسبقا لانشاء اي كتاب تقريبا اي مجال وفي اي موضوع فانا برضو بشكل برضو سريع جدا طبعا ممكن تحدد انت برضو هنا للنوع مثل زي سيلفن بروف انت مسلا عشان كده نختار ممكن يعني ثيم او طابع مميز اكتر الخاص بهذا الكتاب شايف انت فانا ممكن برضو بشكل سريع ولكن اختار مسلا اه اولا على سبيل المثال مثل هذا يعني طبعا الخامن ده على سبيل المثال انت ممكن تختار اي تمبلت انت عايزه او حتى تممكن بقى لو انت عندك فعلا يعني هواية حلوة قوي وتفكير جميل جدا انت ممكن تنشئ تمبلت خاص بيك او كتاب اللي انت عايزه بالفكرة او بالتصميم اللي انت تريده بقى في انت او اول صفحة تانية صفحة تانية صفحة واللي انت عايزه هنا طبعا بقى الجميل طبعا ما تعمل للجميع اللي انت اخدتها وعملناها بقى في ملف وورد من فصل بشكل ممتاز جدا وتعمل بقى بهذا الشكل زي ما انت عايز تبقى للثيم او تصميم الخاص بهذا القلب زي ما انت فانا ما تقيتش نفسك بقلب معين او تصميم موحد انت عندك هنا عشر تلاف قلب جاهز لك انت ممكن تختار ما بينهم اللي انت عايزه انا بس بشرق على سبيل المثالة حلو خالص تعمل لكل هزي طبعا بقى خطوة مهمة جدا حييفضل مع او صفحات بتكتب مسلا يعني تكتب ممكن صفحة بتكلم عن نفسك لو انت حايا بتنشئ نفسك كراجل كاتب حقيقي فعليا ويا سلام بقى لو انت ممكن صورت نفسك كمثال او على وضعت صورتك الشخصية بقى وانت تبتسم صورتك الجميلة كده عشان هاز برضو تصدق ان هذا الكتاب فعلا معمول بشخص حقيقي الا وهو حضرتك كراجل او راجل كاتب جميل جدا وراجل فعلا ملهم ومثقف وعنك حلول اللي مشكلة هما بيوجهوها فقط تكتب بقى زي مسلا ليك خبر معينة في مجال الفلاني فلاني مشكلة اطلاقا ممكن تيجي بهذا الانترو دوكشن او هذا الواصل بشكل جميل جدا ترفع صورتك الشخصية بشكل حلو خالص مفيش مشكلة اطلاقا والثمان بقى لو انت عملت ممكن زي صفحة تانية خاصة بالاندكس او الفرز زي اللي ما نقوله يعني مكونات هذا الكتاب انا ممكن فتح لكم برو تملة اخر في هذا يعني او كمثال مثلا زي كده في هذا يعني عندك نشوف انت هذه الكاتبة بتتكلم عن نفسها في وضع الصورة الشخصية بيها طبعا ده بيدي احساس برضو مريح للشخص القارئة هنا عندك انا كمثال زي لكل هزي المحتوى الكتاب فهيقولك بقى تريكة برضو جميلة جدا بعد بقى ما عمل للمحتوى الخاص بك وجميع داخل هذا الكتاب الخاص بحضرتك في تريكة بقى جميلة قوي انت ممكن طبعا بقى تعمل الحق طبعا هتنزله في شكل فعندك هنا مثلا كمثال تربطه دو ساعتات انتقاط دول وتعمل لينك كيمة لينك دي وانها بتربطه بقى باي صفحة خاصة بهذا الوصفة وهذا العنوان اللي هو يعني كيمتال عندك مثلا شابتر نمبر فايف بتعمله بقى لينك للشابتر اللي هو المحتوى بالزبط الصفحة اللي فيها شابتر بيبدأ فيها شابتر رقم خمسة وهكذا بشكل ممتاز طبعا ده بيسهر على هذا القارئ التنقل في فحوى هذا الكتاب بشكل جميل جدا جدا نعم طب فيتر كابرة تانية جميلة الاخرى اللي هو هي بقى انت ممكن تغير بقى لو الفونت ده مسلا مش عجبك اللي هو الهيدنج ده كمثال يعني لو ممكن تغيره بضغط الزر واحدة في جميع السلايد او في جميع صفحات هذا الكتاب ازاي بقى يرمون ان انا هدوس على مسلا انا ده مش عاجبني هذا الفونت يعني هدوس على تغيير الفونت هاختر ممكن فونت معين بشكل عشوية فانا كمثال ممكن اختره لكل زي انتون دي وهنا بعد اختيار هذا الخط ببنى عندي كده اوبشن من تحت كده اسمه تشينج اول يبقى كده اي هيدلاين او اي عنوان بهذا الفونت بيتم تغيره الى الفونت الانتون اني في جميع هزي صفحة دوسها تشينج اول فبالتالي بيتم تغيرهم بشكل مثالي وبشكل ممتاز شاف انت كده برضو الهيدلاين اتغير برضو الى انتون شاف انت في كل صفحات او كل عنوين الخاصة بهذا الكتاب بيتحوي الى فونت انتون ان احنا اخترناه من البداية بشكل ممتاز جدا نجيب الخط برضو اللي بعدها وهي وضع صور جميلة جدا صور معبرة عن هذا الموضوع طبعا سواء انت جبت هذه الصور ممكن من مكتبة موقع كانفا او ممكن من موقع خارجي زي موقع او بيكس ابي بيكسل زي وكزا برضو هي في اكتر من خمسة وتلاتين موقع بيقدم لك هذه الصور المجانية استخدام تجاري تحت مجمعين في لينك واحد في اثناء الوصفة وفي اول كومنتة مسبتة ومعدين انت كده حبرت الكتاب جامد جدا بشكل مميز للغاية اخر صفحة بقى يفضل الوضع فيها سامري او تلخيص لمحتوى او الفكرة العامة للكتاب الخاص بك ومعدين بقى تنزل بقى هزا الكتاب في شكل بي دي اف نيجي بالخطوة الاخيرة وهي طبعا اهم حاجة وهي بيع هذا الكتاب احنا عملنا كتاب زي الفل كده طبعا اكتر من بلاتفورم او اكتر من منصة تبيع في هذا الكتاب طبعا سواء في كيندل امزون ككتاب رقمي كتاب مطبوع زي ما انت عايز بشكل مميز جدا اما بقى طبعا بقى بيعه في منصات اخرى زي موقع جامرود او اي موقع اخر بيتبيع فيها هذه الكتب الرقمية بشكل ممتاز وانا برضه وضحت جميع هذه البلاتفورمز المجنية اللي بيع اي منتج رقمي طبعا زي الكتب الرقمية في اولكتوم سبت وفي سندو الوصفة عملت بقى في موقع بشكل مميز جدا كتاب الكتروني جميل الغاية نيجي بالخطوة الاخيرة وهي عمل ترويج لهذا الكتاب حيث يتم بيعه افضل بقى طريقة تنشئ انت حساب في انستجرام وكمان في بنترست وفي التكتوك بيتكلم عن هذا النتش خلي بالنا هذا النتش بعدين بتعمل بقى بوستات بتتكلم بقى عن نصايح خاصة بعلاج هذه المشكلة او بتكلم عن خاصة بهذه المشكلة الناس بتواجهها فعلا فيما يخص هذا الموضوع او في هذا المجال ومن ثم مع كل بوست انت بتعمله بتعمل كده اشارة للكتاب الكامل لحل مشكلة معينة او حل مشكلة الناس فعلا بتواجهها هتليه بقى في اللينك الموجود في البايو بشكل متميز جدا مع كل بتعمل اشارة للينك الموجود في البايو حيث يوجد كتاب في فول مثلا او فول ترينج او فول جايد لحل مشكلة الناس فعا بتواجهها بخصوص هذا المجال كده انت اخترت او ناس مستهدفة مهتمين بهذا المجال او بهذا حيث من السهل عليك تروج هذا الكتاب اللي فعلا هيكون عليه رواج جامد جدا ويه زيارات ممتازة لو انت فعلا عملت بوستات متميزة بشكل اكتيف او بشكل نشيط وبشكل دوري عملت ممكن من اثنين لتلاتة بوستات في انستجرام والتكتوك وطبعا في انترست لو انت عملت حتى عشرين بين خلال اليوم في هذا المجال يبدلي لك فرصة بجد خرافية للغاية نسبة للينك الموجود في البايو انت ممكن تعمل بها هذا اللينك او هزي صفحة الهبوط بشكل مميز وبشكل مجاني في اكتر من خمستاشر موقع برضو سلكم تحت فعالكم سبت او في سند الوصفة ربنا يوفق جميع لو كان في اي استفسارت احت امركم اشترككم في فيديو قادم والسلام عليكم